صدق الله العظيم إذن لا تزال المشاريع السياحية بولاية ورقلا تنتظر الدفع بعجلتها نحو الاستراتيجية الحكومية المسطرة لتعزيز الاقتصاد المحلي فمشاكل القطاع تبقيه متأخرا جدا مقارنة بقطاعات أخرى يوسف بن فادل يفصل أكثر تتسابق هذه الجمال فيما يعرف برال المهار بورقلا وعلى عكس سرعتها تتباطأ مشاريع السياحة بعاصمة البترول التي يعول عليها في النهوض بالقطاع الاقتصادي بعد نكسة البترول سياحة صحراوية هي تقريبا جدا من عدمة في الصحراء لا يوجد مرافق سياحية وانا سنحوص السياحة الصحراوية هي تقريبا جدا من عدمة ما كانت سامحين فيها بزاف كون زي ما يستغلوا هذه السياحة الصحراوية زي ما حجم لها بزاف مشاكل القطاع لا تقتصر فقط على غياب المرافق فسعر تداكر التناقل جوا وحده يشكل هاجسا للمستثمرين ما كانش تشجيع يسمى تشجيع السياحة الداخلية احنا هنا نطالب الوكالات هنا بالنسبة للمنطقة يطالبوا انه يكون سعر خاص خاصة كما نقوله في الوقتاش في البريود صعوبات الاستثمار في الجانب السياحي تقابلها محاولات لبحث السياحة الصحراوية بالمدينة في قطاع السياحة احنا عدنا الآن ما يقارب بعشرين مشروع راه قيد الانجاز عدنا ثلاث مشاريع كبرى على ما سوى بلدية ورقلة سينتهي الأشغال فيه ويتم استغلاله ورقلة او عاصمة البترول قطب سياحي بامتياز غير ان السياحة بها في واد ومحاولات النهوض بها في واد اخر فمتى تتحرك السلطات